اشتركوا في القناة الميركاتو الصيفي في الفاتح يوليو المقبل وبداية خروج الكثير من الأخبار والتسريبات والمعطيات عن تحولات وانتقالات كثيرة جدا هذا الموسم طبعا نهاية موسم كانت في الصالح لإسبان تكلم عن المنتخب الذي فاز لأول مرة بلقب دور الأمم الأوروبية بعدما خسر اللقاء النهائي العام الماضي أمام كرواتيا بركلة الترجيح الإسبان بعد المباراة نسبوا بنسبة كبيرة هذا التتويج للمدرب دولاف وينتي المدرب الذي قاد منتخبات أقل من 17 وأقل من 19 وأقل من 23 سنة وفاز معهم بلقبين أوروبيين للفئات السنية الإسبان فازوا على أشبال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي منذ 2017 والذي أخفق هذه المرة أو بالأحرى أخفق مرة أخرى بعد أن نال الفدة في مونديال روسي 2018 والمركز الثالث كذلك البرونز في مونديال قطر 2022 يصل لنهائي دول الأمم الأوروبية كان الكثير يتوقع أن يكون المعدن هذه المرة ذهب بعد الفدية والبرونزية ولكن كان فدية مرة أخرى بالنسبة للمنتخب الكرواتي بجيل متميز جدا بقيت له فرصة أخيرة في الصائفة المقبلة بمناسبة يورو 2024 المقرر في ألمانيا أتصور بأنه ستكون آخر فرصة لزلاتكو داليتش وآخر مناسبة لرفقاء لوكا مودريتش لمنح كرواتيا لقب كبير أوروبي أو عالمي قبل نهاية هذا الجيل الذي يتوجه نحو النهاية في أوروبا دائما الموعد نهاية الأسبوع الماضي كان مع كثير من المباريات الدولية وكان مع جولات أخرى من تصفية يورو 2024 والتي تميزت فيها منتخبات إنجلترا برتغال وفرنسا التي لعبت أربع مباريات أربع انتصارات خاصة منتخب إنجلترا الذي سجل 13 هدفا في أربع مباريات في أربع مباريات تلقى هدفا واحدا تلق فيه بوكايوساكا مهاجم لادي أرسنال الذي سجل هاتريك في المباراة الأخيرة لإنجلترا في البرتغال الحدث كان من صنعه كريستيانو رونالدو مرة أخرى في مباراة رقم 200 مع البرتغال عنده الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية سجل هدفه 23 بعد المئة في اللحظات الأخيرة من مواجهة البرتغال في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه المباريات التصفوية التأهلية ليورو 2024 كانت تجري مباريات أخرى دولية ودية بالموازات مع ذلك خاصة بالنسبة للمنتخب الألماني الذي ما يزال في أزمة بعد خروجه من الدور الأول في كأس العالم في روسيا الدور الأول في كأس العالم في قطر ها هو يلعب رابع مباراة من دون أن يحقق أي فوز له يتعرض للخسارة للمرة الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 طبعا كان فيه ضغوطات كبيرة جدا على المدرب الألماني هانس ديتر فليك الذي رغم ذلك الاتحاد الألماني جدد فيه في اليوم الموالي الثقة أعتقد بأنه لأنه لا يملك خيارات كثيرة جدا اليورو ما زال يفصلنا عنه سنة بالضبط فكان من الصعب على الألمان تغيير المدرب بسبب الضغوطات الجماهرية والإعلامية الكبيرة جدا وعدم رضاهم على منظومة لعب فليك التي تعتمد على ثلاث مدافعين في الارتكاز تحاول غيرها في الشروط الثاني ولكن رغم ذلك خسر أمام كولومبيا المتوهج الذي لعب مباراة كبيرة جدا خسر معه بهدفين مقابل سفر المواعد المقبلة بالنسبة للألمان ستكون شهر سبتمبر مع مواجهتين وديتين أمام اليابان وأمام فرنسا ستكون بالأكيد صعبة جدا ولكن الألمان صعب عليهم أنهم يتخلوا على مدربهم في هذا الظرف بالذات البعض يقول بأن هذه الخسائر ستكون مفيدة جدا بالنسبة لألمانيا التي ستعود إلى الواجهة مثلما كانت تعود في كل مرة بعد إخفاق هذه المرة الأمور طالت شوية ولكن الكل يتوقع بروز ألمانيا في نهائية يورو 2024 من قارة الأوروبا إلى قارة إفريقيا المواعد أيضا كان مع الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمام إفريقيا المقررة في كود ديفوار بداية السنة المقبلة وسجل تألق الجزائر بتحقيقها لخمس انتصارات في خمس مواجهات هذه المرة كانت في الكامرون عندما فازت على منتخب أوغندا بالبودلاء هكذا سميناها بهدفين مقابل هدف واحد طبعا سنعود الحديث عن ودية الجزائر بعد حين قلت خمس مباريات خمس انتصارات للمنتخب الجزائري مركز أول هي صارت الآن مباريات تحضيرية بالنسبة للمدرب جمال بالماضي للموسم المقبل الذي سيكون ثري وسيكون فيه ضغوطات كبيرة مع نهاية كأس أمام إفريقيا وتصفية كأس العالم اللي راح تبدأ في شهر نوفمبر بمبارتين بعد عملية القرآن التي ستجري في منتصف شهر يوليو القادم نسجل في هذه الجولة تعلق موريطانيا التي فازت على السودان بالثلاثة موريطانيا والسودان لديهم الحضود في التآهل قبل الجولة السادسة نذكر بأنه المنتخب الموريطاني يكفيه التعادل لكي يتأهل إلى نهائية كأس أمام إفريقيا في حين السودان كذلك هو مطالب بالفوز في مباراته الأخيرة لكي يضمن التآهل إلى نهائية كأس أمام إفريقيا نسجل في هذه الجولة خسارة تونس في غينيا رغم أنها تأهلت نسجل أيضا خسارة منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في بريتوريا بهدفين مقابل هدف واحد هذه الخسارة جاءت بعد التعادل في المباراة الدولية الودية في المغرب أمام كاب فيردي مما أثار الكثير من الكلام في وسائل الإعلام وفي الأوساط الجماهيرية في المغرب في حين اعتبره البعض أمر عادي وطبيعي لأن المغرب بعد الذي حققه في نهايات كأس العالم سيصبح فوكس وسيصبح غاية كل المنتخبات للإيطاح به ولكن خلينا نقول على العموم بأن كبار القوم في إفريقيا كلهم ضمانوا تقريبا تأهلهم إلى نهايات كأس أمام إفريقيا بما في ذلك حامل لقب المنتخب السينيغالي الذي صنع الحدث هو كذلك هذا الأسبوع بفوزه في مباراة الدولية الودية على البرازيل في البرتغال بربعية مقابل هدفين وكانت نتيجة تؤكد هذا التحول والتطور الكبير جدا للكرة السينيغالية تتذكروا معي وصلت لنهاي كأس أمام إفريقيا في 2019 فازت باللقب في 2021 بنفس المدرب بنفس التركيبة بتدعمات طبعا جديدة على مستوى فئة السنية فازت بكأس إفريقيا للعبيد المحليين فازت أيضا بكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة لأقل من 17 سنة وتميزت بشكل كبير جدا نعود للحديث عن المنتخب الجزائري الذي صنع الحدث مجددا بعد صناعته للحدث بتحقيقه خامس انتصار في خامس مواجهة في تصفية كأس أمام إفريقيا عاد وشعافة نقول تعثر أم تعادل بالنسبة للبعض تعثر بالنسبة للبعض الآخر تعادل تعثر لأنه نعتقد بأنه المنتخب الجزائري يرجع وتعادل بالنظر للمنافس اللي هو المنتخب التونسي كان اختبار مهم جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري بمنظومة لعب المنتخب التونسي التي صعبت من مأمورية الخضر في هذه المباراة تعاليق طبعا انقسمت في الجزائر بين متفاهم وبين متشائم المتفاهم يعتبر بأننا في نهاية موسم المتفاهم يعتبر بأنه المدرب جمال بالماضي يختار في المبارتين أنه يلعب يعطي الفرصة لكل اللعبين لاستدعاهم مؤخرا حتى يشوف قدراتهم وإمكانيتهم وماذا تجاوبهم والمتشائم يعتقد بأن جمال بالماضي لم يجد بعض الحلول ولم يجد بعض التركيبة التي يعتمد عليها في التصفية التي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل الملاحظ أيضا هو أنه جمال بالماضي في ندوات الصحفية كان مختلف عن جمال بالماضي في ندوات صحفية سابقة أنا شخصيا شعرت بأنه كان عليه شوية ضغوطات رغم أنه تحق كثيرا وابتسم كثيرا على غير العادة ولكن في إجاباته تشعر بأنه بدأ يشعر بالضغط شاء الله يكون ضغط إيجابي وليس ضغط سلبي خاصة وأنه منتخب منذ خسرته وخروجه أمام الكامرون ويقصأه من التأهل إلى مونديا القطر لعب حداش المباراة تخسر المباراة واحدة المباراة أمام تونس كان يمكن أن لو فاز بها كان يمكن أن تجعل بالماضي والتركيبة الجزائرية في أفضل الأحوال من ناحية النفسية ولكن يبقى الأمر سابق لأوان الحكم بين المتفهم والمتشائم هناك يبقى حبل يجب أن نمزقه أو يقطع لأن المادة الخامة موجودة على مستوى المنتخب الجزائري خاصة مع الجيل الصاعد الذي تم استدعاءه في الفترة الأخيرة بعد انتهاء الموسم الكروي فوق ميدين الكرة بدأ موسم آخر كما قلت على مستوى الكواليس وفي ألوقة الأندية ومدرأ أعمال اللاعبين اللاعبين الكبار أقصد بالدرجة الأولى السعودية ما زالت تختف الأنظار وتختف الأضواء وما زالت قبلة للعديد من النجوم طبعا بعد استقطاب رونالدو في شهر يناير الماضي من قبل النصر السعودي يبدو أنه هناك كلام عن إتمام صفقة بروزوفيتش وسط ميدان الإنتر اللاعب الدولي الكرواتي الاتحاد من جهته بعد بنزما وقع لينغولو كانتي اللاعب الدولي الفرنسي الهلال بعد هروب ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا زال ينتظر صفقة كبيرة جدا قد تكون صون الكل الجنوبي قد تكون لوكاكو الذي طلب أموال كثيرة جدا هناك حديث عن حكيم زياش هناك حديث حتى عن حكيمي كان في حديث عن رياد محرز أيضا الأهل والشباب والهلال الفرق الثلاثة التي تبقى تنتظر أكثر من فرق أخرى سعودية في نجومها في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل جندغان إلى برشارونة لأنه كان فيه كلام عن جندغان في السعودية كايها فالتس انتقل إلى فريق أنسونال تقريبا الصفقة تمت المدريد صنعا حدث بضم الجوهر جودي بيلينغام بالإضافة إلى خوصيلو وعودة إبراهيم دياز من الإعارة اللي كان فيها في الميلان الأنظار كلها ستبقى معلقة في الأيام القليلة المقبلة نحو مبابي ومصير مبابي هل يجدد مع بيه جي لموجد موسم إضافي يعني يفعل بندل التمديد لموسم إضافي أم سيتطر فريق باريسان جرما إلى طرحول البيع خلال الشهر القادم بيه جي الذي يشتغل في الجهة الموازية على لعبين فرنسيين متألقين شباب دوليين من الذين برزوا في الفترة الأخيرة على غرار ماركوستوران على غرار كولوماني بالدرجة الأولى ويشتغل بشكل كبير على بيرناردو سيلفا البرتغالي لعب نادي منتشستر سيتي وكذلك على فيكتور أوسيمان لعب نيجيري يبدو أنه نابولي يطالب بملاقي لعني وخمسين مليون يورو بالإضافة إلى هاريكاين إذا تمكن من ذلك فالشغل على مبابي ليحطوا بلاعبين فرنسيين شباب والشغل بالموازات مع ذلك مع نجوم آخرين هاريكاين وبنردو سيلفا وغيرهم من اللاعبين بدأت التسريبات تظهر الآن والأخبار تظهر لكن مبابي سيبقى يخطف الأضواء خلال هذه الصيفة تقريبا كل صيف عندنا اسم لاعب كبير يصنع الحدث بينما فيما يتعلق بنيمار الأمور ما زالت غامضة هو عنده هقدو إلى غاية 2027 ولكن الأمور ما زالت غامضة أعتقد بأنها مرتبطة بمصير مبابي ومرتبطة أيضا باستخدامات أخرى أخيرا وليس آخرا بعد سبعة أشهر من الجدل حول مصير فريق منتجستر يونيتد الأمور لم تتضح بعد ولأنه فيه بعض التسريبات تقول بأن الفريق سيصبح قطريا في الأيام القليلة الماضية طبعا عائلة جليزر طلعته للبيع منذ أكثر من سبعة أشهر كانت فيه عروض تقدم بها شيخ جاسم بن حمد بن جاسم الثاني وتقدم بها جيم راتكليف ولكن لحد الآن لم تظهر الأمور بشكل كبير جدا رغم الضغوطات الإعلامية والضغوطات الجماهيرية التي تطالب عائلة جليزر بالرحيل خاصة في أقرب وقت ممكن من أجل السماح للإدارة الجديدة بتنظيف الفريق والقيام باستخدامات مهمة جدا بالنسبة لفريق منتجستر يونيتد في الموسم المقبل هذه هي القضية التي تبقى تشغل الرأي العام خلال الأيام القليلة المقبلة بالإضافة إلى قضية مبابي والاستخدامات التي ستكون حديثنا في الحلقة الأخيرة من موعدنا بعيون حفظ دراجي الجمعة المقبل بإذن الله السلام وعيدكم وبرك سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة